اسمع معي هذه المقالة الجميلة نفسك عالم عجيب يتبدل كل لحظة ويتغير ولا يستقر على حال تحب المرء فتراه ملكا ثم تكرهه فتبصره شيطانا وما كان ملكا ولا كان شيطانا وما تبدل ولكن تبدلت حالة نفسك وتكون في مصر فترى الدنيا ضاحكة ثم تراها وأنت في كدر باكية قد فرغت في سواد الحداد ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت ولكن كنت أنت الضاحك الباكي مسكين جدا أنت حين تظن أن الكرح يجعلك أقوى وأن الحقد يجعلك أذكى وأن القصوة والجفاء هي من تجعلك إنسانا محترما تعلم أن تضحك مع من معك وأن تشاركه ألمه ومعاناته عش معه وتعايش به عش كبيرا مهما كان الألم مريرا هل تعلم أن الحكمة الشهيرة ريد الناس غاية لا تدرك؟ دائما يتناقلها الناس مبتورة وغير مكتملة وأنها بتكملتها من أروع الحكم وهي رضى الناس غاية لا تدرك ورضى الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك لا يلزم أن تكون وسيما لتكون جميلا ولا مداحا لتكون محبوبا ولا غنيا لتكون سعيدا يكفي أن ترضي ربك وهو سيجعلك عند الناس جميلا ومحبوبا وسعيدا لو أصبت تسعا وتسعين مرة وأخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وترك التسع وتسعين هؤلاء هم البشر ولو أخطأت تسعا وتسعين مرة وأصبت مرة لغفر الله التسعي التسع والتسعين وقبل الواحدة ذاك هو الله فما بالنا نلهث وراء البشر ونبتعد عن الله السمو بالنفس هو أن تتنازل أحيانا وتنسحب بهدوء لأن بقاؤك سيخدش قيمتك مع من لا يقدرون القيم حروفنا أصبحت تحتاج إلى محام نحن ننطقها ببراءة وغيرنا يفهمها بخبث يخطئون ثم يرددون الدنيا تغيرت الدنيا لم تتغير يا أصدقاء لأنها ليست بعاقل حتى تدرك وتتغير القلوب والأخلاق والنفوس والمبادئ هي التي تغيرت لم أجد وصف للحياة إلا أنها تجارب فإن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية وإن سألوك يوما لماذا أنت حزين أجب بصدق وقل لهم قليل الاستغفار هاجر للقرآن إحدى صلواتك ستكون الأخيرة وستودع الدنيا بعدها فحافظ عليها وأحسن فيها جميعها فما تدري أيها ستكون الأخيرة ما أجمل كبار السن يداهمهم النسيان في كل شيء ما عاد ذكر الله كلنا مثقلون بالعيوب ولولا رداء من الله اسمه الستر لكسرت أعناقنا من شدة الخجل قل الحمد لله في عز الوجع وقت الفرح والحزن والغضب والصمت انتقها من قلبك ورددها دوما ولن تضعف مهما كانت الأحوال الحمد لله كثيرا لا يوجد أحن من الله علينا مدام قلبك ينبد فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله سئل الشيخ الشنقيطي بماذا تنصحني لاستقبال مواسم الطاعات فقال خير ما يستقبل به مواسم الطاعات كثرة الاستغفار لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق ما ألزم عبد قلبه الاستغفار إلا زكيا وإن كان ضعيفا قويا وإن كان مريضا شفيا وإن كان مبتالا عفيا وإن كان محتارا هديا وإن كان مضطربا سكن وإن الاستغفار هو الأمان الباقي لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير رحمه الله ومن اتصف بهذه الصفة أي صفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته تأملوا قوة العبارة عندما قالها عمر بن الخطاب لو نزلت ساعقة من السماء ما أصابت مستغفر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوب وأتوب إليه عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه وميلاد كلماته فهنيئا للمستغفرين شكرا لكم على متابعتي وشكرا لكم على التعليق الجميلة جزاكم الله خيرا ولا تنسوا الاستغفار فهو سهل جدا جدا وفي كل الأوقات وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة ممكن أن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه من قلبنا الخالص والله المستعان في أمان الله وشكرا لكم مرة أخرى جزاكم الله خير موسيقى 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 موسيقى